اشتركوا في القناة ستشتغل مع الايوس 14.5 الا في ميزة تحديد الدقيق لو انها سرقت اضعت اذا كان عندي جوال او طالع او 12 11 Pro 12 Pro Max 12 Pro Max 12 Mini سيكون تحديد ادق ليش؟ لان في قطعة نزلتها من قبل سنتين في الايفون عندك فالايفون وهي القطعة نفسها فيها فهي تحدد المسار وتحددها باللوكيشن يقول لك لف مين شوي باقي ثلاثة متر انزلتها مع الاجهزة من الايفون 11 الاجهزة القديمة ستقول لك هذا المكان وهذا لكن ما سيكون تحديد دقيق مرة بسبب ان ما فيهم الاجهزة الـ U1 من الايفون 12 Mini 12 Pro هذه الاجهزة اللي فيها الايفون SE القديم ما فيه الايفون SE الجديد ما فيه برضو الايفون SE اللي نزل سنراحت ما فيه فالقطع هذي كلها القطع دائرية صغيرة مرة راح احطها لكم بالـ AR مثل ما تشوفون كيف حجمها والصور اللي موجودة عندك تقدر تكتب عليها وتقدر تحط رموز طبعا تقدر تكتب عليها يحدك الى اربع احرف بس حدك تكتب عليها هنا صغيرة مرة فلو بتكتب عليها اربع احرف عندك او رموز تحط لها او ما تحط لها شي بكيفك انت نزلت الاكسسوريز لها الحلق التي تحطها حلق لحق ميدالي مثلا ففي انواع كثيرة فيه بـ 29 دولار فيه بـ 35 دولار فيه بـ 40 دولار على حسب القطع التي تحطها والاكسسوري طبعا انا عارف الاكسسوريز شوي اغلى منها او قريب قيماتها بسبب انها المتينة اللي مصنوعة ولا تشتري القطع دي يعني الاكسسوريز كلها حلق تجد تشتريعي اي قطعة وتركبها بس شي يمسكها عشان تحطها بـ برضو ايرمز 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 نزلت اكسسوريز لها ونزلت نسخة خاصة فيها يعتبر مكتوب عليها لكن يعني الارمز غالية هي ما يجمعها الليذر نفس الكيس حقها لكن 350 دولار القطع الوحدة فما توقع ان فيه شخص يشتري 350 دولار لحق قطع واحدة وهناك مالة قبل عادية 99 دولار لحق اربع قطع 29 دولار لحق قطع واحدة يعني 99 دولار لحق قطع واحدة الا الاشخاص اللي بتحطها مثلا في الشمطات هاي القشخة اللي بألف بألفين دولار بيحط فيها 300 لا بأظهر مالله بأربعين بخمسين ألف دولار ممكن يحطونها مدعي المهم هذه القطع وهذا ميزاتها قطع صغيرة مرة بقطعها تحتاج باتري ما تشحن بالايفون من الخلف ما قالتك ابو الله تكلمت ولا حطتها ونوع الباتري محطوط برضو وتشتغل معك قريب السنة بدون ما تغير البطارية اللي فيها اول مرة تحط لك قبل البطارية كذا توقع ممكن نسخة ثانية بتنزلها بعدين تقولك الشحن بالايفون ما دري لكن تقولك نسخة السنة كاملة وراح يذكرك الايفون نفسه انه يحتاج انك تغير البطاري نفسه لداخل بس تغريبا فاذا ضاع عليك المفتاح ولا شي عندك سنة كاملة علشان تحصلها في البرايفوسي في اشياء كثيرة يعني ما يقدر احد يحط تطلق في جيبك ويتتبعك لانه راح جوالك يدري انه في واحدة قريبة يمك وجالسة يمك وراح يجيك تنبيه كذا وبرضو حلو فيها انه مثلا حطها في المحفظة حطها في المفتاح ضاعت وفي شخص مر يمها ومعنده جوال تشبك عليه وتحدد موقعك وتجيك رسالك لها بالفايند ماين للتوضيح بس عشان قبل ما تبدأ السئلة عند الموضوع كيف راح تتبع القطعة؟ في خيارين اذا ضاع الشي اللي مركب في القطعة ومر شخص يمن القطعة هذي وعنده ايفون راح تلقائي يحدد موقعه مثل ما وضحت قبل شوي لكن اذا كان الشخص اللي مر عنده اندرويد ما راي يحدد الموقع لكن الاندرويد يقدر ياخذ القطعة نفسها ويقربها من الجهاز نفسه بالنفسي وراح تتطلع لها معلوماتك انتلك اول ما تشتري القطعة وتحط ههم الجهاز عقك وتسوي الستاب في الفايند ماي راح يقول لك حط اليميل حقك وحط رقم الجهاز حقك يطلع للمعلومات وعده كيفة راح يطيك إياها ولا لا يعني يكلمك ولا لا على حسب الدمك وبعض الشخص يقولك اوكي ابي اتبع شخص ابي اتبع السواق حق او شي ابل ما نعاد الشي ما تقرأت اتبع الشخص اذا السواق حقك عنده ايفون وحطت القطعة في السيارة وانت متعال القطعة بحسابك عشان تتبعه اذا حطيتها في السيارة وابتعدت عن القطعة القطعة تدري انك انت بتعد وفيه شخص ثاني موجود يم القطعة وتم ثلاث ساعات اربع ساعات يوم يومين مثل والشخص هذا اللي هو جالس يم القطعة فهذا راح تجي لحق الشخص اللي عنده ايفون تنبيه يقول له ترى فيه شخص يتبعك وهذا القطعة يمك وتقدر تضغط زر لان القطعة فيها سبيكر برضو راح يرن ويكتشف ان فيه شخص قاعد تبعه فالقطعة تمنع اي شخص يتبع الشخص يعني مثلا تاخذ القطعة هذي وتسوي لها انت اكتف في الجهاز حق وتحطها مثلا في شمطة زوجتك ولا شي تبي تتبعها او في السيارة حقتها لا ما راح تقتر زوجتك راح يجي لها تنبيه يقول له ترى فيه حولك قطعة ولها فترة قاعد تتابعك فرح نشتريها ان شاء الله الجمعة القادمة على نهاية ايبرل راح تبدأت وصلنا ورح نزول لكم رفيو ان شاء الله ففي نهاية الفيديو تنسون تشترك بالغناة واشتراك في حسابي سابتشاتي على وضواتكم أشترك بالغناة السلام عليكم السلام عليكم